بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحلقة الثانية من حديثنا عن البحث الذي هو نوع من أنواع الكتابة العلمية والأدبية وفي هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنبدأ الحديث التفصيلي عن عدد من خطوات كتابة البحث في المحاضرة السابقة كنا قد تعرفنا على خطوات كتابة البحث بشكل إجمالي وفي هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى كما وعدتكم سابقا سنقف وقفة مع الأربع الخطوات الأولى إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة ونكمل الخطوات المتبقية في المحاضرة اللاحقة إن شاء الله تعالى الخطوة الأولى هي اختيار موضوع البحث الحقيقة اختيار موضوع البحث هو مرتبط بالشعور بالمشكلة لذلك اختيار موضوع البحث لا بد أن ينطلق من وجود مشكلة لا بد أن ينبثق من وجود مشكلة مهما كان هذا البحث لا يكون البحث علميا إلا مع وجود مشكلة يشعر بها الباحث ولذلك قرر أن يكتب البحث لمعالجة هذه المشكلة لذلك البحث العلمي هو البحث الذي ينطلق من وجود مشكلة والمشكلات تتنوع يعني فلو فرضنا أن الباحث لاحظ مشكلة الازدحام المروري فهذه مشكلة ويريد أن يكتب بحثا علميا من أجل معالجة الازدحام المروري في الرياض أو في أبهى أو في مكة هذه مشكلة وقس على ذلك أي مشكلة أخرى يمكن أن يشعر بها الباحث أيضا في التخصصات العلمية التخصصات الإنسانية في الطب في الهندسة في اللغة العربية في الدراسات الشرعية والإسلامية لا بد أن ينطلق البحث من وجود مشكلة علمية يسعى الباحث لحلها إذن اختيار موضوع البحث هو الحقيقة مهم جدا لأنه لا يمكن أن تقضي من حياتك مسيرة طويلة تستقطع سنتين ثلاث أربع سنوات لا يجوز أن تقضيها إلا في موضوع يستحق أن تقضي هذا الجزء من حياتك فيه وكلما كانت المشكلة أعمق وكلما كانت آثارها أوسع وكلما كانت معالجتها أنفع كان البحث أقوى وأكثر إفادة وانتشارا بإذن الله تعالى إذن الخطوة الأولى خطوة اختيار موضوع البحث تستند إلى المشكلة التي ينبثق منها ذلك البحث الخطوة الثانية بعد أن شعرت بوجود المشكلة وتأكدت من وجودها وتولد عندك اطمئنان راسخ بأن هذه المشكلة بالفعل تستحق الدراسة وتستحق أن يبحث لها عن حل فلابد أن تبدأ في إعداد خطة تسير عليها في بحثك ونحن حين نتكلم عن البحث فإننا نتكلم عن البحث العلمي على إطلاقه ومن أهم أنواع البحوث البحوث الحصول على درجة الماجستير والدكتورة والبحوث في المرحلة الجامعية إعداد خطة البحث هي مثل إعداد مخطط بناء أي مشروع معماري لا بد أن يسير على مخطط واضح البحث العلمي أشبه ما يكون بالمشروع المعماري المشروع المعماري لا بد أن يسير على مخطط هندسي محكم أيضا البحث العلمي لا بد أن يسير على خطة علمية منهجية محكمة ولا بد قبل أن تبدأ في كتابة البحث أن تبدأ في وضع الخطة التي تنظم مسيرة العمل لذلك سننتقل عن هذه اللوحة ثم نعود إليها إن شاء الله تعالى سننتقل إلى لوحة أخرى نتحدث فيها عن خطة البحث خطة البحث هي عبارة عن مجموعة من الأوراق يضعها الباحث التي تنظم عمله في بحثه العلمي في العادة خطة البحث تبدأ بعنوان البحث واسم الباحث واسم المشرف ونحن نتحدث عن المشرف باعتبار الأبحاث الجامعية والأكاديمية بحث التخرج أو مشروع التخرج في الجامعة وبحث الحصول على درجة الماجستير وبحث الحصول على درجة الدكتوراه فالورقة الأولى من إعداد الخطة يكتب عليها العنوان واسم الباحث والمشرف بعد ذلك في الصفحات التالية يحسن بالباحث أن يتحدث عن موضوع البحث ويعني هذا أن يضع عنوان موضوع البحث ثم يشرح موضوع البحث شرحا مركزا لا بد أن يكون الشرح مركز ولا بد أن يكون واضح ليعبر عن الفكرة التي يريد أن يشرحها بكل وضوح فيضع عنوان موضوع البحث ثم يتحدث فيقول مثلا موضوع بحثي هو معالجة أسباب ظاهرة الغياب لدى الطالب الجامعي لدى الطالب الجامعي وسيقوم هذا البحث باستطلاع آراء الطلاب والأساتذة وأولياء الأمور والمجتمع والمتخصصين حول أسباب هذه الظاهرة والوصول إلى نتائج لمعالجة هذه المشكلة على سبيل المثال بعد ذلك يتحدث عن أهمية الموضوع ولا بد أن يكون هنا الحديث عن أهمية الموضوع لا بد أن يتكلم الباحث كلاما واقعيا يعني لا يضخم موضوعه ويحاول أن يضفي عليه أهمية متوهمة ومتخيلة لا بد أن يكون الكلام هنا واقعيا ويتحدث عن أهمية الموضوع بشكل موضوعي وعلمي دون مبالغة فلو فرضنا أن بحث يتحدث عن ظاهرة الغياب لدى الطالب الجامعي في المملكة العربية السعودية فإنه حين يتحدث عن أهمية الموضوع فيجب أن ينص على الأمور الواقعية لأهمية بحث هذه المسألة فيقول مثلا تنطلق أو تنبثق أهمية هذا الموضوع من تفشي ظاهرة الغياب لدى الطالب الجامعي في المملكة العربية السعودية وتكمن أهمية هذا الموضوع في شكوى الأساتذة وشكوى أولياء الأمور من تغيب الطلاب تنطلق أهمية هذا الموضوع من الآثار العميقة التي يسببها تغيب الطلاب عن الحضور في المحاضرات الجامعية على مستواهم العلمي والأكاديمي ويسرد مجموعة الأمور التي يرى أنها تبرز أهمية الموضوع بالنسبة للقارئ وتقنعه بأهمية هذا الموضوع ومشروعية الخوض فيه وبحثه بعد ذلك الدراسات السابقة وتسمى أدبيات البحث يعني مثل هذا الموضوع قد يكون هناك من سبقك في بحثه ورصد ظواهره لا بد أن تشير إلى الدراسات السابقة وإلى جهود السابقين في هذا الموضوع لتتحدث بعد ذلك عن الجديد الذي ستضيفه أنت إن لم يكن عندك جديد في هذا الموضوع فلا داعي لي بحث هذا الموضوع مرة أخرى لذلك الاطلاع على الدراسات السابقة هو عنصر من العناصر التي قد تدعمك للإقدام على بحث هذا الموضوع أو قد تتولد لديك القناعة بالتراجع عن هذا الموضوع حين تجد أن الدراسات السابقة ركزت على بعض الجوانب دون بعض أو أنها كتبت في مرحلة زمنية وتطورت الأمور بعدها بشكل كبير يحتاج إلى إعادة دراسة فيجب أن تشير إلى الدراسات السابقة وأن تنصف من سبقك إلى دراسة هذا الموضوع وتشير إلى الجديد الذي ستقدمه في بحثك أنت بعد ذلك تحدد أهدافك وأي مشروع ناجح سواء كان من المشاريع العلمية أو غيرها هو المشروع الذي نبدأ فيه بتحديد الأهداف فتقول مثلا لو عدنا إلى مثالنا السابق وهو دراسة ظاهرة الغياب لدى الطالب الجامعي فتقول أهدف من هذا البحث بإذن الله تعالى للخلوص والوصول إلى الأمور الآتية رصد أسباب ظاهرة غياب الطالب الجامعي في المملكة العربية السعودية إذن أنت تريد أن تصل إلى تحديد الأسباب الفعلية الحقيقية لتفشي هذه الظاهرة هذا هدف الهدف الثاني استطلاع آراء الطلاب حول هذه الظاهرة استطلاع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات حول هذه الظاهرة استطلاع رأي المجتمع في هذه الظاهرة هذه من الأهداف التي تريد أن تصل إليها تريد أن تعرف رأي المعنيين بهذه القضية في هذه القضية ومن الخلاصة والهدف الرئيس من هذا البحث هو الوصول إلى الحلول الناجعة لتقليص هذه الظاهرة أو للتخلص منها أو لمعالجة أسبابها ثم بعد ذلك تساؤلات البحث وتساؤلات البحث مرتبطة بأهدافه فعندما قلنا إن من الأهداف الوصول إلى أسباب تفشي ظاهرة الغياب فيجب أن يكون لديك هنا تساؤلات ما سبب تفشي ظاهرة تغيب الطلاب عن الحضور في الجامعات السعودية هذا سؤال ما رأي الطلاب في هذه الظاهرة ما رأي أولياء الأمور ما رأي أعضاه التدريس ما الأساليب الناجعة في معالجة هذا الإشكال أو التقليل من أضراره ما الأضرار المترتبة على تفشي هذه الظاهرة لا بد أن تحدد أسئلة تتوقع أن البحث سيجيب عنها بإذن الله تعالى ثم بعد ذلك تتحدث عن منهج البحث وأساليبه ومناهج البحث مختلفة هناك المنهج الوصفي وهناك المنهج التاريخي لا بد أن تتحدث عن الأساليب يعني المنهج الوصفي والمنهج التاريخي هو من المناهج المجدية في مثل هذا البحث تتحدث عن الأساليب والأدوات التي تتبعها في بحثك فمثلا في مثل هذا البحث الذي هو بحث دراسة ظاهرة تفشي الغياب لدى الطالب الجامعي أنت تحتاج إلى استبانات لاستطلاع الآراء وأنت تحتاج إلى النظر في الكتب التربوية والدراسات التربوية المختلفة أنت تحتاج إلى الإحصاءات الواقعية من خلال الجامعات السعودية لرصد أثر هذه الظاهرة لا بد أن تتحدث عن المنهج الذي ستسير عليه أنت ستصف هذه الظاهرة ستصفها في مرحلة زمنية محددة أو ستصفها في عدة مراحل زمنية فتتبع هذه الظاهرة تتبعا تاريخيا منذ بداية ظهور الجامعات السعودية وما أثر التقدم الزمني في تفشي هذه الظاهرة المهم أنك لا بد أن تنص على المنهج الذي ستتبع في بحثك لأنه لا بد أن تكون الأمور واضحة ابتداء نحن الآن نتحدث عن الخطة التي تضعها لنفسك حتى تنطلق في بحثك بإذن الله تعالى ثم بعد ذلك تبدأ في رسم تصور مبدعي وقلنا مبدعي لأنه يمكن أن يتغير بعد ذلك لأجزاء البحث لأنك تضع هذا التصور في بداية الطريق ومع التقدم في البحث قد ترى أن تغير في هذا التصور لا بس المهم أن يكون لديك إطار كلي فترى أن بحثك لا بد له من مقدمة ولا بد له من تمهيد ثم بالنسبة إلى الأبواب والفصول والمباحث هذا حسب سعة المشكلة وتعمقها وتجلياتها وأجزائها لذلك قد تحتاج أن يكون البحث في مبحثين أو ثلاثة قد تحتاج أن يكون في فصلين أو ثلاثة تندرج تحتها عدد من المباحث قد يكون البحث أوسع من ذلك بكثير فتحتاج إلى تقسيمه إلى أبواب والباب ينقسم إلى فصول والفصول تنقسم إلى مباحث وأنت تضع هذا التصور بشكل مبدعي ولا بد للبحث من خاتمة ولا بد له من فهارس ثم لا بد وأنت ترصد الخطة أن تجمع أهم المصادر والمراجع التي يغلب على ظنك أنك ستعود إليها في بحثك وبهذا تكون قد وضعت المخطط العلمي الذي ستسير عليه إن شاء الله تعالى أثناء بحثك ولاحظ أن هذه هي الخطوة الثانية من خطوات كتابة البحث العلمي فأنت بعد أن تشعر بوجود المشكلة وتبدأ باختيار موضوع البحث ستبدأ بإعداد خطة البحث وخطة البحث كما قلت لكم تشتمل على هذه العناصر لذلك هذه عناصر خطة البحث الخطة التي تضعها لنفسك لا بد أن تشتمل على جميع هذه العناصر التي رأيناها في هذه اللوحة نعود إلى خطوات كتابة البحث أنت الآن اخترت موضوع البحث بناء على وجود مشكلة ثم وضعت لنفسك خطة بحث التي قلنا إنها بمنزلة المخطط الذي يسير عليه أي مشروع وهو أشبه ما يكون بالمشروع العمراني الذي يسير على مخطط يحتكم المهندس في تنفيذ مشروعه إليه أيضا الباحث يضع لنفسه خطة يعود إليها ويسير حسب خطواتها بعد أن تعد خطة البحث وقد جعلت في آخرها بعض المراجع والمصادر التي تظن أنك في حاجة إليها تبدأ بعد ذلك بالحصول على هذه المصادر والمراجع وقد أصبحت بفضل الله تعالى في هذا الزمن أصبح الحصول على المصادر والمراجع وسائل الحصول على المصادر والمراجع أصبحت يسيرة جدا لديك المكتبات ولديك فهارس المكتبات وأصبح الوصول إلى المكتبات في غاية اليسر والسهولة مع وجود محركات البحث الإلكترونية يعني على شبكة العنكبوتية فأنت عن طريق الإنترنت يمكن أن تدخل إلى أي مكتبة وأن تطلع على محتوياتها ويمكن أن تحصل على محتوى أي كتاب عن طريق المراسلة أصبح الحصول على المعلومة في هذا الزمن في غاية اليسر والسهولة لذلك المرحلة الثالثة بعد عداد خطة البحث أن تمتلك أنت في الخطة ذكرت أهم المصادر والمراجع الآن لا بد أن تحوي هذه المصادر والمراجع وأن تكون أمامك الآن أمامك حتى تبدأ القراءة هذه القراءة في المصادر والمراجع تسمى جمع المادة العلمية وترتيبها وهو أن تبدأ بالاطلاع على مصادر البحث ومراجعه وأن تنقل من هذه المصادر والمراجع المادة العلمية التي ستفيدك في كتابة بحثك إن شاء الله تعالى فتبدأ في جمع المادة العلمية وترتيبها وفي العادة يكون جمع المادة العلمية عن طريق وضعها في بطاقات البحث العلمي في بطاقات البحث العلمي حتى يسهل بعد ذلك ترتيب المادة العلمية إن شاء الله تعالى كانت هذه الخطوة الرابعة من خطوات كتابة البحث العلمي ونكتفي في هذه الحلقة بهذه الخطوات الأربع وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنبدأ الحديث عن صياغة البحث بعد أن اخترت الموضوع ووضعت خطة للعمل وجمعت الكتب والمصادر والمراجع بالوسائل المختلفة ثم بدأت في قراءتها وجمع المادة العلمية وترتيبها أنت الآن مهيئ لصياغة البحث العلمي وهذا ما نطلع عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله وتعالى نلتقي مجددا